استراتيجية من قناة المشهد 6 فبراير 2024 بتتواصل المعارك في اليوم 123 من الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وقلال الساعات الماضية اندلعت مواجهات عنيفة في محاور عدة بمدينتي خان يونس وغزة مدينة غزة يأتي هذا في وقت بتتواصل فيه الجهود علشان هدنة جديدة لكن واضح انه اسرائيل لا تزال مصممة على قصف مختلف مدن القطاع جوا وبرا وبحرا والأمور كمان بتتصاعد على كافة المشاهد الأخرى سواء المشهد اللبناني أو المشهد السوري أو العراقي أو حتى الإيراني والكلام لا يزالوا مستمرا عن اليمن والبحر الأحمر فيه تفاصيل كتير لكن خلونا نبدأ بتفاصيل مجريات الأوضاع على الأرض في غزة مع سيدة اللواء الدكتور سيد غنيم زميل أكاديمية العسكرية الدراسات العليا والاستراتيجية بمصر ورئيس معهد شؤون الأمن العالمي والدفاع والأستاذ الزائر بالنيتو والأكاديمية العسكرية الملكية ببروكسل نسأل خلال أحراج سيدة اللواء أهلا بحضرتك معنا خلينا نبدأ يا فندم في استراتيجية بأول سؤال سؤالنا التقليدي والمعتاد ألا وهو إيه آخر تطورات على الأرض في غزة أهلا وسهلا بحضرتك مرة تانية في يوم 6 فبراير نتكلم عن 5 فبراير وصباح اليوم كذلك أو الظهر حتى نلاقي القصف الجوي إن عدم من الشمال في هذا اليوم موجود فقط في المنتصف في منطقة إنه سيراط هو موجود في الجنوب في خان يونس وعادة مرة أخرى بعد انقطاع اليوم واحد من 3 أيام تقريبا أو 4 إلى رفح نعم المدفعية تضرب في الشمال وتضرب في المنتصف البحرية تضرب في النصيرات في تركيز عليها النصيرات معروف إنه مركز للورش والمصانع للأسلحة والصواريخ للفصال الفلسطينية يعني كأنه فإن مخيم النصيرات ده هو محور ده ما أعلنوا الإسرائيليين أثناء التمشيد الذي ينفذونه فيه تركيز من مختلف النيران بالتوزيع وتبقى لقرار ضابط إدارة النيران الذي يشمل جميع أنواع النيران النشاط الفلسطيني هدأ نسبيا على الأقل تبقى لما هو معلن سواء في الشمال على واترته في المنتصف والجنوب من حيث المقاومة في الشمال فقط النشاط الواضح ليس كمان أو إغارات قناصة واستخدام الهون مختلف الأعيار الموجودة لديهم لم نرصد استخدام سواريخ بشكل كبير كما هو معتدن فترة على سبيل المثال ومع كل هذه الجابة نلاحظ في تناقض نسبي في شكل إسرائيلي في التعامل مع الجنوب ونلاقي أن قائد منطقة الجنوبية يقول لجنود الفرقة 98 بر جو دائما قتلتم في خان يونس مربع مربع خلاص بتخلصوا المهام وحننتقل إلى رفح نلاقي في شيء للتناقض فيه كلام يا فنم على أنه كتيبة خان يونس تم القضاء عليها هل فيه معلومات موثقة في هذا الاتجاه؟ تمام فنم هو فيه الاسمه لواء خان يونس لواء خان يونس حسب الرهاية الإسرائيلية وما تعلنه القوات المسلحة أو الجيش الاحتلال الإسرائيلي أو الجيش الدفاع كما يطلق على نفسه أنه قدر يوصل لمركز القيادة لهذا اللواء وأنه اكتشف العديد من الزخائر والأسلحة والمسائق وأن الزخائر كما قالها بالحرف مدفونة أو مخبأة خليني أقول بقى في الحوائط الأجناب وتم التعامل معها وتفكيكها وليس تفجيرها وإذنهم استهدافوا ببعض من عناصر وذكروا خمسين عنصر وذكر بواسطنا تانيه وشخصيا أن لدينا اتناشر وحدة أو اتناشر لواء تم تدمير تمانية منهم يعني أكتر من خمسين في المية لو بنظام الحرب التقليدية المفروض ما فيش وجود لحماس تستطيع أن تقاتل لو بنظام الحرب غير التقليدية وحرب المدن فوقها تحت الأرض فهذه النسبة لو كانت حقيقة لا تمنع الفصال الفلسطنية من القتال طب سأت اللي هو فيه كلام عن أنه بتظهر الشرطة المدنية أو يعني الشرطة المحصوبة على الحكومة الحمسوية في غزة بتظهر في أماكن زي مثلا الشمال تاني ده معنائي أو إيه الرسالة؟ هو تصرف زكي لماذا؟ تفتكر حضرتك أن الفصال الفلسطنية بتعبر عن وجودها وعن نشاطها التعبير عن نشاط باستخدام القوات على الأرض التعبير عن الاستمرار والبقاء بتعبر بالسواريخ التعبير عن التواجد والقدرة على السيطرة بالشرطة فهو عايز يثبت أن أنا لأ الشرطة بتاعتي موجودة في بعض الأماكن وما تقول ليش أن لا تقول لي أن الشرطة الغزة الغزية في منها تنسيقه بين قوات الاحتلال على سبيل المثال فتعبير زكي أن أنا لأ ما زال عندي قدرة على الوجود وعلى حماية المواطنين الفلسطينيين وقد يكون هناك شيء فيه أنا دايما نقول لدينا أمل أن يعود الفلسطينيين إلى الشمال وقد يكون وجود الشرطة في أكثر من مكان ولو قلنا بما فيهم حتى الشمال إذا وجدوا فيه تمهيدا لطمأنة الفلسطينيين أن يعودوا أيضا إلى الشمال ولكل مربع يتواجد فيه الشرطة ده كلام مهم طب سات اللواء القنالة 12 الإسرائيلية قالت أن في حوالي 540 جندي إسرائيلي قتلوا عن طريق الخطأ ده يا فندم يعني حضركم في الممارسة العسكرية ده نقص دريب نقص تنصيق سوق تمركز يعني إيه الصيغة اللي حركوا تشوفوا بص حضرتك في نقطة مهمة جدا لما نحسب بالنسب كل شيء في الحرب موجود كل شيء الشجاعة الخوف النجاحات الهزائم التحقيق الأهداف القتل بالخطأ الفشل في تحقيق كل شيء موجود أما النسب يكون لها رأي آخر النسب الخسائر المعروفة في تلك النوعية من الحروب تعتبر خسائر إسرائيلية ليست بالكبيرة بالحجم المتوقع كنسب خسائر معتادة في الحروب ليه بقى حذرهم وخفهم الشديد أن يحدث فيهم خسائر الحذر الشديد بيولد شيء آخر النيران الصديقة أن مثلا فلسطيني أو من الفلسطيني لبس الزي بتاعي ما ضربتوش لو هو ضرب عليها زي ما حصل مع الجولاني بسبب خطأ تم تفجير مفجرات كما قالوا عليها تم تفجيرها مبكرة مفجرت ناس في فتحة نفق لا ده طلع كمين بواسطة الفلسطينيين زيادة النسبة الخمسمية وأربعين وده رقم ليس بقليل ليس بقليل للغاية مع حجم حتى القوات السرولية ده لو واحد في المية كبير اللي بقى في فرق أنه قتل بواسطة عدوه ده طبيعي ونحسب الخسائر المفروض ده تبقى كام في هذه الحالة خمسة في المية إلى تمانية في المية المفروض من القوات وفي فرق أنه هو قتل بواسطة زميله ده بيبقى فيه شيء ولذلك المعارضة الإسرائيلية أو الجرائد الأكثر حرية أعتقدها أردس بيبقى لها دور كبير أنها تنشر هذه الأمور بوضوح